لمزيد من الفائدة والمعلومات أيضا تابعوا حسابي الموحد English 9-7 أما في هذه الشريحة فنتعرف على أبرز السوابق واللواحق المقصود بالسابقة هي ما تأتي قبل الكلمة واللاحقة هي ما تأتي بعد الكلمة أو في نهاية الكلمة طبعا نفترض أن هذا اللون الأخضر هو الroot الroot مقصود بها الجذر الكلمة واللون بنفسجي على الإسرار هو الprefix السابقة تأتي قبل الكلمة طبعا هذه عادة تكون مع الكلمة ذاتها لا تكون كلمة مستقلة والsuffix اللي باللون الأصفر أيضا هو اللاحقة فالبنفسجي prefixes السوابق الأشياء التي تسبق الجذر والsuffixes هي التي تأتي بعد الجذر وهي مهمة في اللغة الإنجليزية هذه بعض الأمثلة عندنا من اليسار الجهة اليسر يدى مثلا نون ويعمل مقصود بها اما نات النافي أو opposite العكس مثلا تقول happy and unhappy مثلا عندنا nonsense أو مثلا نون smoking مثلا لغير المدخنين مثلا Re Re معناها مرة أخرى Revisit Replay يعيد التشغيل Re-read قراءة النص مثلا Miss وهلما جرى هذه بعض السوابق ويضا في مثلها أو قريبا منها ما يسمى باللواحق طيب لماذا هذه مهمة معرفة السوابق واللواحق لأنها مستخدمة بكثرة في اللغة الإنجيزية تستخدم يعني لا يتكاد صفحة تخلو منها جميل أيضا عندنا أنها ستساعدك عند عدم توفر القاموس البعض الآن يقول والله مثلا عندي النت الآن وقاموس الآن متوفر إلكترونيا طبعا هذا كلام جميل وأيضا وارد لكن عندما تدخل مثلا بعض الاختبارات مثلا IELTS أو STAB لا يكون لديك قاموس غير مسموح لك أنك تستخدم القاموس هنا تظهر أهمية مثل هذه الاستراتيجية الجانب الآخر مثلا في وقت المحادثة مرت يعني معك كلمة مرت بك كلمة مثلا لن تقول للمتحدث توقف قليلا سابحة عن هذه الكلمة في القاموس ثم أعود إليك لذلك هذه المهارة ستساعدك عند عدم توفر القاموس أنك تتعرف على بعض الكلمات أو معاني الكلمات الجديدة عليك أيضا سيكون في تنويع في استخدام الكلمات هذا لو هذه المعرفة ستساعدك مثل ما ذكرت قبل قليل بدلا أن تقول he is not happy أو this man is not happy ممكن تقول he is an unhappy man الفكرة واحدة لكن تنويع وتغيير بدلا أن تستخدم not في كل الجمل بإمكانك مثلا تستخدم هذه السوابق أو اللواحة أيضا يعني بإمكانك مثلا تقول I didn't understand مثلا أو مثلا إذا أساء أحد الفهم مثلا تقول I misunderstood you مثلا فهي فيها تنويع كبير جدا بدلا أن تقول read again مثلا read again أقول reread أقصر وأسهل وأيضا لا أستخدم again كثيرا طيب عندنا هنا المراجعة وهذا مهم جدا ولعل أختم بها الاستراتيجية بشكل عام لابد يكون لديك مراجعة لابد أن تراجع جميع ما حدته وتختبر نفسك قد يكون بعد ساعة قد يكون بعد أربع ساعات طبعا كلما كانت هناك جلسات متفاوتة وأيضا متقاربة تكون بعيدة مثلا بعد ساعة بعد أربع بعد ثمان بعد أربع أربع وإشتين ساعة ثم بعد أسبوع هذا مهم جدا لأن مشكلتنا الكبيرة جدا تقع في قضية المراجعة نحفظ مرة مثلا نحفظ خمسة عشر كلمة أو أكثر أو أقل ثم لا نتبعها بمراجعة لهذه أو لهذا الحظ هنا هذا الإشكال المهم جدا بعد ساعة أو الساعتين لا بد أن نراجع كلمات التي حدثتها يعني لا بد أن يكون عندي هذا برنامج أكون مستمرا أكون مستمرا طيب عندنا الآن أخطاء في تعليم المفردات وهذا مهم جدا أن نكون واعين بهذه الأخطاء لكي نتجنبها أولا الكثير مننا يرتب الكلمات في الدفتر أو في الكراسة أو في الجوال ترتيبا أبجدية وهذا إشكال أنت الآن لا تستخدم قاموس أنت لا تستخدم قاموس أنا الآن لذلك لا بد أن نفرق بين الدفتر وبين القاموس القاموس نعم يرتب ترتيبا أبجديا وبحث أنني أبحث عن كلمة وفيها تسلسل منطقي أما في الكراسة المفترض أن لا ترتبها أبجديا لذلك من يضعون أقسام مثلا كلمات الأي آتي جميع الكلمات في الأي تبدأ بالأي وضعها في سكشن خاص في قسم خاص ثم بعد ذلك في قسم آخر للكلمات التي تبدأ مثلا التي تبدأ بحرف البي والسي وكذا هذا خلل وخطأ واللبحات أثبتت أن هذه الطريقة مشتتة لذلك الأفضل أن تكتبها كما تمر معك سواء في القصة أو في الاستماع أو في كتاب مرة تنبك تكتبها بدون أي تسلسل منطقي لأن الذهن يتكون أو يتشكل بحفظ الكلمات عبر روابط عشوائية هو يرتبه بنفسه أيضا من الأخطاء الكبيرة جدا ونحن المعلمون أيضا نقع فيها وأيضا مؤلف الكتب يقعون فيها وهي وضع الكلمات في مجموعات متشابهة طبعا هي أسهل من حيث الطالب أن يستفيد منها ويجدها مثلا ونقول مقصود بالمجموعات متشابهة التي يشرحها أولا المقصود بالمجموعات متشابهة مثلا كلمات لشيء واحد مترابطة مع بعض مثلا الخضروات مثلا أو الفواكه هذه أعطيك أعطيك مثلا البرتقالة والتفاح والموز والأنناس ومثلا يعني العناب وكثير من الفواكه أعطيك إياها في صفحة واحدة أقول هذه هي الفواكه بلغة مجزية أجزاء الجسم أجزاء السيارة المنزل الكلمات المستخدمة في المطار الكلمات المستخدمة في الفندق هذه نستخدمه نحن المعلمون فعلا نقدمه لكم بهذه الطريقة لأنها أسهل في من حيث الوحدة لكن فعليا والأبحاث تثبت هذا الشيء أنها مشتتة للم تعلم ولذاك دائما أضرب مثلا موجودا لدينا الأطفال عندنا دائما أقول مثلا وهذه من الأشياء أيضا مهمة القصير والطويل اليمين ويسار وكبير وصغير باللغة نجزية أيضا دائما عندنا الأطفال يقول مثلا أكل باليمين أم باليسار هذا يمين هذا يسار نلاحظ هذه من الأطفال لماذا؟ لأننا قدمنا لهم هؤلاء الأطفال قدمنا لهم الكلمتين أو المفهومين في جلسة واحدة الأفضل أن تقدم لهم تقول والله هذا يمين كل بيمينك امسك باليمين فلا نأتي بكلمة اليسار أبدا إلا بعد فترة عندما يعني تتضح له أو يتضح لمفهوم كلمة اليمين وكذا لذلك هنا هذه المجموعات مزعجة جدا فحاول أن لا تتعلم كثيرا أو لا تركز عليه كثيرا طبعا دائما إذا كان هناك أجزاء من هذه المجموعة معروفة وسابقا فلا إشكال أما تقدم مجموعة جديدة كاملة لمتعلمين جدد لا يعرفون شيء مثلا عن أجزاء الجسم أبدا وتقدم لهم هذا يسبب تشويشا كبيرا أما إذا كان المتعلمون يعرفون أجزاء لا بأس به من هذه أو كلمات من هذه الأجزاء فلا بأس به تقديمها أيضا يندرج تحت هذا تعلم المترادفات ومتضادات مع أنه كما قد قبل قليل اليمين ويسار وفوق وتاحت باللغة إنجليزية هذا مزعج جدا كتابة الكلمات الإنجليزية بحرف عربي وهذا مزعج جدا ربما يسمح به على المستوى الشخصي لبعض الكلمات الطويلة أو الصعبة في النطق لا بأس بذلك يعني إلى حد ما أما تكون عادة للمتعلمين يكتب مثلا كلمة بوك يكتبها بالعربي بوك وشير يكتبها أيضا بالعربي يكتبها تشير هذا خلل كبير جدا وفيه إشكالان الإشكال الأول أن التوافق الصوتي بين اللغة العربية والإنجليزية ضعيف جدا فقد تغيب عنك كتابة بعض الحروف أو الأصوات في الكتابة العربية ومع ذلك تنطقها بالنطق العربي فيكون عندك خلل في النطق الأمر الثاني إذا اكتشفت هذا وغالب أن تكتشفه متأخرا فإنك تحتاج إلى أنك تصحح الخطأ ثم تحل أو تستبدل هذا الخطأ بشيء صحيح هذا يأخذ وقتا وجهدا أيضا عدم تعلم الكلمات اللي في سياق نسمع بعض الدعاوى دائما تقول أن ليس من الصحيح أن تتعلم الكلمات بدون سياق لا يسلح التعلم الكلمات من قائمة عندي قائمة فيها مثلا مجموعة من الكلمات وترجمتها إلى العربية لا غير صحيح هذه القوائم وتعلم الكلمات بدون سياق مهمة جدا خصوصا للمبتدين هنا أركز للمبتدين أما من المتوسط فأعلى فالأفضل دائما أن يتعلم الكلمات في سياق طيب لذا أركز وأعيد التركيز هنا أن نتحدث عن المبتدين الأفضل أن يتعلموها في قائمة غض النظر قائمة أو غير ذلك لكن ليس إشكالا أن يتعلمها بدون سياق خاصة في المجتمعات التي لا تتحدث اللغة الإنجليزية طيب أيضا من الأخطاء الكبيرة دائما أشاهدها في كثير من المتعلمين التركيز على الاستماع وإحمال القراءة وهذه الطريقة ستخرج لنا متعلمين أميين لا يستطيعون القراءة والكتابة ولو يستطاعوا ربما بشيء بسيط جدا وبداي وهذا إشكال لذلك تذكرون سابقا تكلمت عن قضية التعلم المقصود والعرضي وأيضا قراءة والاستماع يعني يكون هناك توازن دائما يكون عندنا توازن في التعلم لكي نستفيد استبادة كبرى أخيرا تعلم المفردات المستويات متفاوتة عبر الكتب أو المواقع والمعاهدة والحسابات وهذا خلل تجد بعض الأشخاص عندك كلمات وسيطة جدا لا يتقنها لا يعرف أيضا معناها ولا يعرف سفلنغ مثلا خاص بها الإملا وعندك كلمات قوية جدا تستغرب كيف تعلم هذه فالخلل يبدو لي والله أعلم أنه تعلم من أشخاص أو من كتب أخذ اشترك كتبا متنوعة وهذا الخلل لابد أن يتوقف ولذلك دائما أنصح متابعيني في الحسابات حسابات التواصل الاجتماعي أن يتابعون يتابعون من هو يخاطبون المستوى ذاته يعني أنا في الغالب أخاطب المتدين فأبحث عن حسابات تخاطب المتدين فعلا لا تذهب تجمع أنا عندك مثلا مبتدئ وهذا متوسط وهذا متقدم وتجمع يعني ما أحبه ودب وتجمع كل الحسابات بحيث أنك تتابعها وفي الأخير تكتشف أنك فعلا بعض الأخوة والخوات تأتوني قال والله أن أصبنا بأحباط الآن هذا الشخص سريع جدا لا أفهم عليه نعم سريع لأنك لم تبلغ إلى هذا المستوى الآن ما زلت في البدايات فانتظر هذا إشكال كبير جدا لا بد أن أحذف الحسابات التي لا تناسبني أيضا عندما يكون عندي حسابات مبتدين مثلا فياصم حمود مهتم بالمبتد وانا في المتقدم ما الفائدة؟ أحذف فياصم حمود فالفكرة أنك فعلا تستفيد من المواقع والمعاهد حسب مستواك وليس حسب الطرح والله ما شاء الله تبرك الله عنده أشياء جميلة عنده أشياء مثلا جذابة وكذا والكتاب ألوانة جميلة والله في صور وكذا لا أنت ارتبط بمستواك وليس بالإخراج الذي يخرج لك فيه سواء في الحسابات أو في الكتب أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والتسديد وشكرا لكم على متابعتكم